موسيقى ذكرنا في البداية بأن القوة الملكية البحرية تأسست بسنة 1951 وكان في مراحل لا نموها وتطورها يعني من العقبة إلى البحر الميت ومن ثم بال67 عدتوا إلى العقبة بال2003 صار في بناء لقاعدة بحرية تحكينها بشكل سرياني أكيد يمكن من الصعب تلخيص كل هذه السنوات في هذا الوقت الضيق ولكن إذا ممكن تحكين عن أبرز المراحل ست منذ استقلال المملكة الأردنية الهاشمية أولت قيادتنا الهاشمية أهمية قصوى إلى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والقوة البحرية الملكية هي جزء وأحد الصنوف الرئيسية للقوات المسلحة هناك القوات البرية قوات الجوية وأيضا القوات البحرية ودائما القوة البحرية الملكية واكبة التطور والتحديث وهي قوة عصرية متطورة ومؤهلة للقيام بالواجبات ضمن خليج العقبة فمنذ عام 1951 تم تشكيل قيادة القوة البحرية الملكية وأطلق عليها اسم أسطول الجيش العربي في عام 1952 تم نقلها قيادة البحرية إلى منطقة البحر الميت منطقة كاليا وهي على الساحل الغربي من البحر الميت وبعد فترة زمنية تم نقل قيادة البحرية إلى خليج العقبة مرة أخرى وبعد ذلك مرت البحرية بعناية واهتمام جلالة قائدنا الأعلى بمراحل وتم تزويدنا بكافة المعدات والزوارق البحرية لتمكننا من قيامنا بواجباتنا وأيضا مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة أيضا فالحمد لله القوة البحرية الملكية الآن متوفرة فيها كافة الإمكانيات التي تمكننا من قيابنا مواجباتنا أيضا في مرحلة أخرى في عام 2003 تم بناء القاعدة البحرية والتي سميت بقاعدة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني البحرية وهذه القاعدة بدأ العمل فيها بعام 2003 وانتهى بعام 2006 وتم تدشينها من قبل جلالة القاعدة الأعلى للقوات المسلحة وهي هدية من القاعد إلى رجال القوة البحرية الملكية هذه القاعدة الفريدة من نوحة والأخ فؤاد زارنا وشاهد القاعدة البحرية القاعدة هاي هدية من القاعد إلى الجن ونحن نقدر هاي الهدية الغالية الثمينة ونحن إن شاء الله سنقوم بواجباتنا وأعمالنا وتأمين خليج العقبة إن شاء الله دائما عمدار السنة إن شاء الله إن شاء الله دائما